موسيقى الآن نشرة الأخبار مع جمان ممتاز أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مباشرة من قناة الفلوجة الفضائية نبدأها مع أبرز عنوينها موسيقى قمو الحريات وغياب العدالة الاجتماعية نتاج للإضطهاد الفكري يؤكد السستاني خلال استقباله بلاس خارت موسيقى مكافحة الفقر ومحاربة التصحر أولوية السودان يعول على القمة الصينية العربية لاقتباس تجارب ناجحة موسيقى ظلت مغلقة لأكثر من ثلاثين عاما إصالة سامراء في مطار بغداد تحتضن المسافرين بعد افتتاحها رسميا موسيقى البداية من النجاف إذ أكد المرجع الديني السيد علي السستاني أن المآسئة التي تعاني منها شعوب نتيجة عن الاضطهاد الفكري والديني وقمع الحريات الأساسية وغياب العدالة الاجتماعية وأضاف السيد السستاني خلال استقباله المبعوثة الأممية جنين بلاسخارت في النجاف أن غياب العدالة الاجتماعية له الدور في بروز الحركات المتطرفة بدورها أكدت بلاسخارت دعم المرجعية الدينية للتعايش السلمي في البلاد لافتة إلى أن اللقاء لم يشهد مناقشة الملف السياسي نحن لا نتحدث عن السياسة لكن المساعدة للتعايش السلمي سيئة للتعايش السلمي للجميع لكل مكونات في العراق وفي أي بلد آخر ولذلك موثل الخاص الأمين العام والمتحدة في العراق أدعو القيادات السياسية أن تحدو حذو هذه الدعوة في السياق المتصل أبلغ فريق التحقيق الدولي في جرائم داعش مجلس الأمن الدولي بأنه حقق تقدما مهما في مسار عمله وانتقل إلى مرحلة تتعلق بالمقابر الجماعية وجرائم بحق الأزيديين والمسيحيين وتدمير المواقع التراثية وتطوير الإرهابيين للأسلحة الكيموية والبيولوجية وفي جلسة سفراء مجلس الأمن الدولي قال رئيس فريق التحقيق كريستيان لتشار أن الفريق أحرز تقدما في قضايا الجرائم التي أرتكبت ضد المسيحيين مثل الاستعباد وفيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيموية والبيولوجية كما طرح عمليات الحفر في العديد من مواقع المقابر الجماعية المرتبطة بداعش في العراق ولفت إلى أن الفريق قام حتى الآن بتحويل خمسة ملايين ونصف المليون صفحة صفحة من الأدلة الوثائقية للجرائم المتعلقة بداعش إلى ملفات رقمية ودع الفريق البرلمان إلى النظر في تبني تشريعات محلية ملائمة بشأن الجرائم الدولية الأساسية في العراق عدد كبير من شرائح المجتمع بمختلف انتماءاتهم تعرضوا لجرائم تنظيم داعش الإرهابي ونحن نواصل مكافحة الإرهاب أي أعني الجرائم الدولية في المقام الأول مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ولقد بدأنا للتو تحقيقا جديدا فيما يتعلق بتدمير مقاتلي داعش للتراث الثقافي في العراق وتدمير الأضرحة والكنائس والمواقع الثقافية والمواقع الأثرية والمتاحث وأصدرنا بالفعل بعض التقارير حول العمل الذي تم إنجازه مثل التحقيقات المتعلقة بالجرائم ضد المجتمع الإزيدي والجرائم ضد طلاب القوة الجوية في معسكر سبايكر وفي غضون ذلك أعلن جهاز مكافحة الإرهاب تنفيذه عملية مهمة ونوعية في سلسلة جبال حمرين في محافظة صلاح الدين وقال الجهاز في بيان إنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبالتعاون مع مديرية الاستخبارات نفذ واجبا أمنيا في سلسلة جبال حمرين مشيرا إلى أن نتائج العملية ستعلن لاحقا من جانبه قال مصدر أمني إن طيران دفاع الجوي نفذ ضربات جوية دقيقة على أوكار لعناصر داعش مشيرا إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية إنزال بإسناد طيران الجيش للتفتيش في أماكن ضربات وأوضح المصدر إنه حسب المعلومات الواردة فإن الضربات أدت إلى مقتل أكثر من ثمانية من عناصر داعش إلى ذلك أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العثور على مخلفات حربية في محافظة كاركوك خلال عملية تفتيش لسلال أو لسلسلة جبال حمرين أذكرت القيادة في بيان إنه ضمن سلسلة العمليات الأمنية نفذت القوات الأمنية واجب تفتيش ضمن سلسلة تلال حمرين لتأمين الحماية الكاملة لقاطع المسئولية ولملاحقة بقايا العصابات الإرهابية المهزومة حتى القضاء عليها بالكامل وأضافت إن قوة مشتركة نفذت عملية تفتيش ضمن محيط قرية القوامات أسفر عن العثور على أربعة صواريخ قاذفة وتسع حشوات وأربع قنابر هاون يعتبر ملف التعويضات في المحافظات المحررة أحد الملفات المصيرية التي لم تحسم حتى اللحظة فمع نهاية العام 2022 يتطلع سكان محافظة الأنبار إلى إقرار الموازنة الاتحادية وصرف مبالغ التعويضات لأسيما أن العديد من العائلات النازحة لم تستطع العودة إلى مناطقها الأصلية لعدم توفر مأوى لها المزيد عن هذا الموضوع نتابعه في هذا التقرير على الرغم من مرور ست سنوات على تحريغ محافظة الأنبار فإن ملف التعويضات للدور المهدمة لم يحسم حتى الآن اذ تشيروا إحصائياته الرسمية إلى أن ما يقرب من 30 ألف معاملة في الفلوجة بانتظار أن ترفع إلى رجلة التعويضات في العاصمة بغداد مساء التعويضات شيء مهم بالنسبة للناس وإن شاء الله ما يقصرون يعني إن شاء الله زيادة عدد الإسماء التعويضات هاي الفلوجة يعني بيوت هالناس المتضرر للناس الفقراء مثلا بيكت الله ينظرون بحالهم يعني وتطلع أسماء يعني على التعويضات تلك صرف التعويضات لمدن الأنبار يمثل عائقا أمام عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية فيما تتساءل العائلات النازحة هنا كيف لنا بالعودة ومنازلنا مهدمة مني قلونا تعالوا أرجعوا الريد يساونا يوفرنا سكن يوفرنا التعويض يساونا شيء يعني الريد التعويض يعوضونا يعني على الشيء نرجع شان نرجعوا بيوت ما عندنا البيت واقع يعني إذا ما عنده بيوت شون يسكن هسا بهذا الشتاء شون يقعد شون يرجع وتعالوا أرجع تعالوا أرجع بالإضافة إلى هناك عدد كبير من النازحين من جميع أقضيته ونواحي محاط الأنبار هناك عدة أسباب حالة دون عودتهم إلى مناطق سكنهم الأصلية أهم هذه الأسباب هي أن أغلبهم دورهم مهدمة ولم يستطيعوا العودة إليها بسبب تأخير ملف التعويضات وعدم صرف مستحقاتهم من أجل ترميم دورهم أو بناء دورهم المهدمة من قبل عصابات داعش الارهابية يتطلع أهالي محافظة الأنبار إلى إقرار الموازنة الاتحادية وتخصيص مبالغ للمناطق المحررة من أجل حسم ملفات مصيرية طال انتظارها لا سيما أن آلاف الدور المهدمة لم ترفع جدرانها حتى اللحظة ومع نهاية العام 2022 يأمل سكان محافظة الأنبار أن يحسن ملف التعويضات للدور المهدمة فيما يؤكد أصحاب القرار أن حسم هذا الملف متوقف على إقرار الموازنة الاتحادية لا سيما أن العديد من العائلات النازحة تنتظر صرف التعويضات للعودة إلى مناطقها العصلية ورفع جدران منازلها المدامرة جراء الحرب من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة دبلوماسيا وتحديدا في ملف الاقتصاد اعتبر رئيس الوزراء محمد شاع السوداني أن للمشاركة في القمة العربية الصينية المقررة عقدها في العاصمة السعودية الرياض أهمية خاصة مؤكدا تطلع حكومته لاقتباس تجارب الصين الناجحة في مجالات مكافحة الفقر ومحاربة التصحر والانتقال من اقتصاد الدولة إلى اقتصاد السوق وقال السوداني أن القمة العربية الصينية في الرياض تأتي في وقت يشهد العالم فيه تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة مبينا أنها تأتي أيضا تزامنا مع عبور العراق مرحلة سياسية صعبة وأوضح أن للمشاركة في هذه القمة أهمية خاصة بوصفها مناسبة لمشاركة رؤية الحكومة الاقتصادية الجديدة التي تفسح مجالا كبيرا للتعاون والاستثمار المشترك لجميع الدول المشاركة في هذه القمة أكد وزراء خارجية العراق والأردن ومصر زيادة التعاون بين البلدان الثلاثة في قطاعات التجارة والصناع والاقتصاد والنقل البري بالإضافة إلى الربط الكهربائي والطاقة واجتمع كل من وزيري الخارجية العراقي وفؤاد حسين ونظيريه الأردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري في إطار آلية التعاون الثلاثي للعمل على تطوير العلاقات ورسم خريطة طريق لحل المشكلات والأزمات العربية والإقليمية بدوره قال وزير الخارجية فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي بعنظيريه الأردني والمصري أن بغداد تهتم بتقوية العلاقات مع دول الجوار لافتا إلى أن الاجتماع ناقش مؤتمر بغداد بنسخته الثانية الذي سيعقد في العشرين من الشهر الجاري بالمملكة الأردنية في هذا الاجتماع مناقشة مجموعة من المواضيع وليلع علاقة بخاصة المشاريع الاقتصادية بالإضافة إلى أيضاً يتطرق إلى مؤتمر بغداد النسخة الثانية والذي ينعقت في عمان في عشرين من هذا الشهر وأيضاً تمت الإشارة في اجتماعاتنا اليوم تم الإشارة إلى اجتماع القمة العربية الصينية التي ينعقت في الرياض هذه الآلية مهمة لاستمرارية العمل وتستند إلى أيضاً منطلقات عراقية السياسة الخارجية العراقية تستند إلى خلق حالة التوازن في العلاقات وخاصةً في العلاقات مع الدول الجوار والسياسة الخارجية العراقية تهتم كثيراً بتخوية العلاقات مع جميع دول الجوار العراق هذا وأكد وزير خارجية الأردني أيمان الصفدي أن الاجتماع الثلاثي حقق كثيرا من الإنجازات بين الدول الثلاثة بما يتعلق بتعاون الاقتصادي والتجاري بالإضافة إلى الطاقة لافتا إلى أن الأردن يقف دائما مع العراق ودعم أمنه وسيادته في عملنا المشترك مصلحة مشتركة لنا جميعا نمضي في تنفيذ توجيهات القادة القيام بكل ما هو لازم من أجل تفعيل التعاون وتعميقه في مختلف المجالات وعلى مدى السنوات الماضية استطعنا أن نتفق على عديد مشاريع العمل مستمر من أجل إنجازها وأيضا اجتماعنا اليوم يأتي للتأكيد على وقوف جمهورية نصر العربية الشقيقة والمملكة بالمطلق إلى جانب العراق الشقيق ودعم أمنه واستقراره وسيادته ركيزة لأمن منطقاتنا وضرورة من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي كما تعلمون العراق الشقيق حقق نصرا تاريخيا كبيرا على العصابات الداعشية في الماضي وبدأ عملية إعادة البناء والإعمار بشكل ثابت وواضح ورأينا نجاح هذه العملية تبدى في المرحلة الأخيرة بنجاح العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة التي نتطلع للعمل معها من أجل المضي في عملنا المشترك وتعزيز تعاوننا من جانبه أكد وزير الخارجية المصرية دعم مصر لأمن ووحدة وسيادة العراق ومساندته في حل حالة مشكلاته السياسية والاقتصادية لافتا إلى الاستمرار في التواصل والتعاون بين البلدين أو بين البلدان الثلاث وفق اتفاق مشترك نعمل على توثيق هذه العلاقة على استكشاف موادع التعاون التي تصب في مصلحة شعوب البلدان الثلاث ونستمر في أيضا العمل على التنسيق الوسيق ودعم للعراق ونهنع على ما تحقق من التواصل للعملية السياسية وما تنبئ إليه من استقرار وسيادة ووحدة الأراضي العراقية واستمرار العراق كمكون رئيسي في إطار العمل العربي المشترك وتدعيم الاستقرار في المنطقة افتتح مطار بغداد الدولي صالت سامراء في المطار بعد أكثر من ثلاثين عاما على إغلاقها ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع يوم الطيران المدني وذكر إعلام المطار في بيان إنه جرى الافتتاح برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد الشاعر السوداني الذي وجه بسرعة إكمال متطلبات القاعة ومتابعة الإجراءات مع المسؤولين في المطار وسلطة الطيران المدني ووزارة النقل وأضاف أنه بعد افتتاح صالة سامراء المغلقة منذ العام 1991 سيتم فتح صالة نينواء التي تعرضت لحادث حريق أخيرا تزامنا مع اليوم العالمي للطيران المدني الدولي الإيكاو وحقيقة العراق هو عضو مؤسس في هذه المنظمة لمدة 75 سنة عضو مؤسسا لهذه المنظمة اليوم تم افتتاح صالة سامراء بعد توقف من عام 1990 بجهود ورعاية دولة رئيس الوزراء ومتابعة رئيس سلطة الطيران المدني افتتاح صالة هذه الصالة صالة سامراء وصالة نينواء التي تعرضت للحريق في وقت سابق ومن ضمنها تأهيل المطار الذي هو الآن موجود به هذا مطار متوقف أو قاعة متوقف من 1990 وتم إنجاز في 2018 ولكن تأخير من سلطة الطيران السابقة اليوم الحمد لله شكرا افتتاحنا هذه الصالة وإن شاء الله نرى صالات أخرى ومطار جديد لليق بالعصر مغدد هذه الصالة مع بقية أمور أخرى والجسر الهوائية تقوم بحوالي 70 مليار ديار في المقابل كشفت وزارة الكهرباء عن التفاوض مع قطر وتركومانستان لتوريد الغاز بجزيئات محددة لسد النقص الحاصل في الطاقة مؤكدة تزديد جميع الديون التي بذمتها لصالح طهران وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى إن العراق سدد بالكامل ديونه الخاصة بالغاز إلى جانب الإيراني من تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغدائي والتنمية لتوريد الغاز بجزيئات محددة لسد النقص الحاصل لافتا إلى أن العراق ما زال بحاجة ماسة إلى الغاز الإيراني وفي شأن آخر كشف وزير العمل أحمد الأسدي عن مخرجات اجتماع لجنة تنظيم العمالة الأجنبية مؤكدا الاتفاق على عدم منح الفيزا لمن لم يحصل على إجازة عمل من الوزارة وقال الأسدي في بيان إن اجتماع اللجنة في مقر وزارة الداخلية تطرق إلى أهمية هذا الملف وإعطائه الأولوية وجرى الاتفاق على استمرار اجتماعات اللجنة خلال الأيام المقبلة وأضاف إن الفترة المقبلة ستتضمن سلسلة اجتماعات مع الملاكات المتقدمة في وزارة العمل والداخلية والخارجية والهجرة وستناقش مقرارات عدة للوصول إلى نتائج ومعالجات حقيقية لتنظيم ملف العمالة الأجنبية في البلاد أكثر من ألف عائلة في بعقوبة بمحافظة ديالا مهددة بالتشرد لأنها تسكن في مناطق عشوائية تابعة للحكومة المحلية تقرير نتالي يتحدث عن تفاصيل معاناة تلك العائلات تسكن أم عباس وسط هذا الدار المتهلكة في منطقة العشوائيات شرق بعقوبة أصبحت مهددة بالنزوح بعد عدة قرارات بإزالة المنازل المتجاوزة على أملاك الدولة فيما تقول إن إجراءات شراء الأرض من الحكومة توقفت بعد إلغاء المادة الخامسة والعشرين التي بموجبها تباع أملاك الدولة أم عباس نموذج لآلاف النازحين والفقراء ممن يسكنون التجاوز تربح هذه المنطقة أبو خانقين أبو جلولا أبو مندلي يعني كنا مهجرين الدستور العراقي ألزم الحكومة بتوفير العيش الكريم لجميع المواطنين وتوزيع قطع أرض لهم إلا أن الإجراءات الحكومية تعكس حجما لا مبالاة اتجاه الشرائح الفقيرة والتي تضطر في بعض الأحيان بلسكن بمناطق عشوائية حتى لو تعرضت حياتهم للخطر كحال هذه القرية التي بنيت تحت أعمدة التيار الكهربائي العالية طالما الحكومة عاجزة أو مقصرة في هذا الشأن فعليها أن تتريس وأن تتصرف بحكمة مع أصحاب العشوائيات لأن هؤلاء الناس كانوا يتأملون تطبيق القانون 25 واستملاك هذه الأراضي فيما تستمر الجهات المعنية بتوجيه انذارات إزالة للعائلات وتنفيذها في المنادق التي تقع ضمن حدود المشاريع أو الاستثمار ليبقى مصير هذه العائلات مجهولا في ظل إجراءات حكوميتين لم توفر الحلول لمعاناتهم هناك بعض المشاريع التي خصصت في هذه الأراضي بالنتيجة يتم توجيه انذار من قبل الدوار المعنية البلدية وغيرها أو دارة الزراعة يتم ترحيلهم وقد تلجأ هذه العائلات للهجرة قسرا إلى مكان آخر بعد إجراءات حكومية تجبرهم على ترك مناطقهم بقرار الإزالة ورفع التجاوزات من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة في خطوة لتنويع مصادره بذلا من الاعتماد على تصدير النفط يتجه إقليم كردستان لتصدير إنتاجه زراعي من الفواكه إلى دول الخليج إضافة إلى تسويقها إلى أوروبا المزيد عن هذا الموضوع نتابعه في هذا التقرير يتجه إقليم كردستان للاعتماد على القطاع الزراعي الأخطر بدلا من تصدير النفط لزيادة دخله الاقتصادي حيث بدأ بتصدير منتجات الزراعية المحلية من الفواكه والخضروات وخاصة من الرمان إلى الأسواق الخليجية في حين يسعى خلال الأشهر القليلة القادمة لتسويق تلك المنتجات إلى الأسواق الأوروبية للمرة الأولى تمكننا من تصدير النتاج المحل الزراعي إلى الخارج وهذا تنفيذا للوعد الذي قطعناه سابقا نشكر الله عز وجل على تطبيق هذا الوعد على أرض الواقع وفتح باب جديد لمزارعين ما يمهد الطريق بتصدير مختلف المنتوجات الزراعية إلى الخارج المرحلة الثانية التي تخطط لها حكومة الإقليم هي تسويق محاصيل زراعية أخرى مثل العنب والتين والتفاح وحتى العسك خصوصا أن تلك المنتجات تتمتع بجودة ومذاق مميز ما يضع إرادات الإقليم في تزايد مستمر نحن نقدر نعتبر أن الكردستان والمنطقة الشمالية تقدر تعتبر أنه هي تكون سلة غذاء لتغطية كل المناطق الموجودة بالوسط وجنوب العراق والإضافة إلى في بعض المواسم الكردستان لديها القدرة على تصدير هاي المحاصيل إلى تصديرها إلى خارج القطر نحن نتمنى من الحكومة أن نتمدل الفلاح ويشتغل الفلاح لماذا نستورد من إيران أو من تركيا أو من مصر نحن نستورد للدول الخارجية وتولي حكومة الإقليم اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي والمنتجات المحلية فضلاً عن دعمها الكامل لمزارعي كردستان وفلاحيها بتأمين مستلزماتهم الزراعية كافة إلى خمسة دول خليجية يصدر الإقليم توجاته الزراعية ويسعى إلى تصدير المزيد منها إلى الدول الأوروبية وفت قطة وضعتها حكومة تقليم كردستان لتنمية وضعه الاقتصادي بشير الحسن قناعة الفلوجة أربي لم تستوعب الأوساط السياسية والشعبية في كاركوك نبأ وفاة القيادية في المشروع العربي عفيفة جميلي التي وفاها الأجل بعد تدخل جراحي أجرته قبل أيام المرحومة عفيف كانت مثالا للإنسانية بفضل وقوفها مع أهلها في شتى المجالات التفاصيل في سياق هذا التقرير كاركوك عراقية بهوية عراقية نرفض سلب الحقوق ليلة صادمة عاشتها الأوساط الكاركوكية بعد سماعها خبر وفاة السيدة عفيفة جميلي قيادية عرفت بمواقفها النبيل تجاه النازحين عفيفة التي سعت جاهدة في قضاء حوائج الفقراء لم تتوان يوما عن الوقوف إلى جانبهم في المخيمات هي تلك المرأة التي كانت مثالا إنسانيا يحتذا به بعد ما انتهت حملات إغاثات النازحين ومدارس الرصافي واستمرارا بالعطايا والهدايا والسلات الرمضانية كلها كانت مشاركة بيها وكانت يعني هذه الأمور هي من أولويات عملها وحياتها كانت يعني حتى تبديها على عائلتها الحمد لله على كل حال واستمرت يعني حتى بعد انتهى هذا الأزمة اللي مروا بها النازحين ومساعدات طبية وتسفير مرضى ومكاتب علمية أم سرمد توفيت بعد مضاعفات عملية جراحية أجرتها قبل أيام في كاركوك هي واحدة من أبرز مؤسسي المشروع العربي في المحافظة ستعفيفة كانت أكثر من أمرأة اعتيادي يعني كانت أم كل الأيتام كانت مراقبة ومتابعة للوضع السياسي ناشطة جيدة ونفس الوقت يعني كانت لها بصمة واضحة داخل كاركوك وخارج كاركوك وتواجدها ودورها الفعال طبعا ساعد النازحين والأيتام بنقر رسالة رسالة السلام لا يمكن لكل من عرفها أن ينسى مواقفها الداعية إلى وحدة الصف الكاركوكي وإسهاماتها الفاعلة في ترسيخ مبادئ التعايش السلمي بين مكونات البلد الواحد القيادية البارزة في المشروع العربي في كاركوك السيدة التي عرفت بإنسانيتها والتي يسمونها الأغلب الأمة الحنونة أمة الإنسانية التي لم يوقفها برد الشتاء ولا حر الصيف من خدمة أهلها وخصوصا أيام النزوح وأيام التي لم يقف فيها الأخ مع أخيه هذه الأم ساندت أبناء كاركوك ولم تتوانى عن خدمة أبناء جلدتها في المحافظة أبدا نرجو من الله أن يرحمها ويغفر لها ويجعلها فعليين يا رب العالمين لطالما هذه السيدة الكريمة التي كانت لها مواقف عديدة مع جميع الناس ومع النازحين وفي المخيمات ولها دور إنساني كبير في مجتمع كاركوك فرحيلها خسارة على كل أهل كاركوك وعلى كل من قدمت له خدمة هذه المرأة العظيمة رحمه الله وأسكنها فسيح جناته وبرحيلها يخسر المشروع العربي في كاركوك إحدى أهم ركائزه التي ستظل شاخصة في التاريخ السياسي الحديث لهذه المدينة المتنوعة من كاركوك عبدالله العامري قناة الفلوجة حقق المنتخب المغربي فوزا صعبا بركلات الترجيح على نظيره الإسباني في دور ثمن النهائي ضمن مونديال قطر 2022 وتأهل المغرب إلى دور ربع نهائي كأس العالم المقام في الدوحة فيما فاز المنتخب البرتغالي بالمجموعة نفسها على نظيره السويسري بستة أهداف لهدف المباراة التي أقيمت على أستاذ لوسيل وتأهل المنتخب المغربي إلى دور ربع نهائي بطولة كأس العالم ليواجه نظيره البرتغالي في المباراة التي ستقام يوم السبت المقبل على ملعب الثمامة الدولي كما تأهلت منتخبات فرنسا وإنجلترا وكرواتيا والبرازيل والأرجنتين وهولندا إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022 فيما تقترب البطولة من المواجهات الصعبة والمصيرية في الاقتراب إلى تحقيق لقب كأس العالم هذا وشارك العاهل المغربية الملك محمد السادس جمهور المنتخب المغربي فرحتهم بفوزه على نظيره الإسباني وتأهله إلى دور ربع نهائي من مونديال قطر 2022 وتداول ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للملك محمد السادس بسيارته وسط جماهير المغربية وهو يرتدي قميص المنتخب الوطني محتفلا بفوز المنتخب فيما شاركت دول عربية بالاحتفال كونه أول منتخب عربي يتأهل إلى دور ربع نهائي في تاريخ بطولة كأس العالم في ختام النشر هذا تذكرون بأهم العنوين قمع الحريات وغياب العدالة الاجتماعية نتاج للإضطهاد الفكري يؤكد استستاني خلال استقبال هبلاس خارت مكافحة الفقر ومحاربة التصحر أولوية السودان يعول على القمة الصينية العربية لاقتباس تجارب ناجحة موسيقى ظلت مغلقة لأكثر من ثلاثين عاما صالة سامر في مطار بغداد تحت ضن المسافرين بعد افتتاحها رسميا موسيقى مشاهدين للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ألتقيكم في نشرات أخرى إن شاء الله في أمان الله موسيقى 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 موسيقى